مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نجيب فيها على سؤال ما السر في اهتمام الرئيس الأمريكي ترامب بآية حجازي تعود آية حجازي إلى واشنطن وتلتقي الرئيس الأمريكية دونالد ترامب وعائلته بالبيت الأبيض تعود الناشطة المصرية الأمريكية بعد ثلاث أعوام من الاعتقال في السجون المصرية في أعقاب حكم بتبريئتها وزوجها من تهم الإتجار بالبشر التي لحقتهم على خلفية نشاطهم الاجتماعي لإيواء أطفال الشوارع عادت آية حجازي على متن طائرة عسكرية أمريكية بصحبة دينا باول نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي بعد ساعات من لقاء الأخيرة بالرئيس المصري بصحبة وزير الدفاع الأمريكي فيما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية قوله إن الإفراج عن الناشطة جاء بعد تدخل شخصي من الرئيس الأمريكي ترامب حيث يذكر المسؤول الذي رفض نشر اسمه أن الإدارة الأمريكية حصلت على تطمينات من أعلى المستويات في النظام المصري أن السيسي سيستخدم سلطته الرئاسية للإفراج عن آية حجازي وأعادتها إلى الولايات المتحدة مهما كان الحكم الصادر بحقها شفت القاضي ده القاضي اسمه محمد مصطفى الفئي أو محمد الفئي هو قاضي تزوير الانتخابات في 2005 لصالح أمال عثمان في الدقي هو ده بس وقف عندي يا محمود تخيل ده معلومة على مسؤولية المستشار المحترم أيمن ورداني بيقول إن القاضي ده محمد الفئي هو القاضي اللي زور الانتخابات في 2005 لصالح أمال عثمان في الدقي أرسل لها طائرة خاصة إلى مصر بعد خروجها من السجن من سجون السيسي أرسل لها طائرة عسكرية خاصة إلى مصر قايتو حضرها له إلى أمريكا ونزلت في قاعدة عسكرية أمريكية وخذوها من المطار تخيل أنت لما هو يقوم طائرة خاصة مخصوص لها كده عسكرية لمدنية الطائرة المدنية ساعتها 300 راكل قول 200 راكل شوف الطائرة دي تكلفتها في الرحلة كده مثلا تكلف لها مثلا 600 ألف دولار 700 ألف دولار مليون دولار وطاقم وطائرة وبنزين وتموين وكان وبعدين كان معها كمان حد من البيت الأبيض دخل الطائرة وتذهب إلى أمريكا وبعدين يغدوها من المطار من القاعدة الجوية إلى ترامب مباشرة مين بقى اللي يكون مهتم بها ويستقبلها مين زوج إفانكا ترامب ابنة ترامب وزوج إفانكا ترامب بايه يهودي وبعدين يعمل لها مؤتمر ويجتمع بها ويرحب بها ثم لا يكتفي بذلك بل أن ترامب ينشر فيديو خاص بها على حسابه على تويتر صور واللقاء وتصريح وكده وموسيقى وأغاني طبعا ومش ترامب اللي عمل الفيديو إنما المسؤولين الإعلاميين إنما طبعا ده منسوب لترامب فلابد بيستأذنوه نكتب كده أو نعمل كده الأكثر من ذلك إنه لم يكن ترامب وحده يعني ترامب لما قبل السيسي قال له طلع آية حجاز يقول لك أصلا مواطنة أمريكية لا غلط ونسأتي لذلك من هي آية حجازة ولماذا قبل ذلك هيلاري كلينتون في حملاتها الانتخابية وهيلاري كلينتون شوف بقى أنت بتعمل حملة انتخابية في بلد فهو 400 مليون ده اللي بيعمل حملة انتخابية عشان ينتخبوه عمدة مهوش فضي يشوف بقى حجازة حصل لها إيه يعني وراه اللي في مجلس الشعب مش يبقى قدامه عدت الدائرة في مركز في ناجع يعني فتقوم هيلاري كلينتون في الحملة الانتخابية تطالب في الحملة الانتخابية بإطلاق صراحة أي حجازة يعني بحسين الشعب الأمريكي كونش أي حجازة دي مايكل جاكسون مثلا في أمريكا لو هاي حجازة تلقى تقالت أنا بقى إيد هيلاري ولا إيد ترامب يعني هي هترجع يعني ايه سر قوتها يعني ايه سر اتباعه احنا مش فضي الله يقول لك والله لأ طب مايح جازة دي أصلا يفترض أنها مسلمة يعني اسمها بتقول أنها من أسرة مسلمة طب ما أنت يا ترامب اللي بيهتم بواحدة أصلا اسمها مسلم عندك في أمريكا عشرة ملايين مسلم ولهم أصوات ويش يتأمهم في الانتخابات يعني يوم ما كان يحتاج أصواتهم ما قال لهمش كلمة طيب خطر شتأمهم وهنضيق عليكم هنحمل فيكم وهنمنع دخولكم لأمريكا وهنسوي فيكم ولما ترامب يخد قرار بمنع لدخول المسلمين من سبع دول والمسلمين دول أصلا القادمين لأمريكا أقاربهم في أمريكا يعني صبر معايا الجنساء الأمريكية دع أخوه ولا عمه ولا كذا واحد أمريكي متجوز مثلا مسلمة مثلا من ليبيا وهكذا يعني يعني في حالات بهذا المنصر فترامب قال أعبارهم في الجزمة فما السر بقى إن أحجاز تحديدا واليهودي زوج فانكا ترامب يهتم بيها والأكثر من ذلك يا جماعة أصلا أمريكا كنت محبوسة في السجن طبعا حمى السلطان كان محبوس في السجن مرمي ابن الدكتور صلاح السلطان في مزوحة رابعة قعد مرمي مش لقى يأكل عيموت مجوع ورح أمريكا ولا حد استقبله ولا حد عبره بالجزمة يعني ولا أي حاجة بلء الأكثر من ذلك إن فيه عقيد في الجيش الأمريكي عقيد سابق متقعد في الجيش الأمريكي لما حصل الانقلاب العسكري في مصر قبض عليه في سيناء في الإسماعيلية قبض عليه في الإسماعيلية ودخلوه السجن في الإسماعيلية وبعدين قتلوه نحروه وطلع قالك إيه والله ده هو رابط نفسه بوقطان الجزمة أو برباط الجزمة شنق نفسه برباط الجزمة وده مواطن أمريكي يعني لحد عزيبه عقيد لأمريكا في طلبة فتح تحقيق ولا قتلهم البناء ده كان بيعمل إيه ولا أي حاجة ولا حد سمح حاجة مش هقولك بقى يا ترامب تحجز تلس سنين لا ده أنا بقولك الواد اللي عقيد الجيش الأمريكي شنقوه ولا حد قال له حاجة وقال لك مثلا قال لك الواد بتاع إيطاليا ريجيني ريجيني وأمريكا عشان ريجيني وإيطاليا عشان ريجيني وتركان عشان ريجيني إيطاليا أصلا دولة درجة ثالثة إنما في وقت فرنسي سائح فرنسي في مصر الشرطة قبط عليه في حظر التجوال في القاهرة خدوا اسمه أصر النيل وبعدين إيه طلع جثة ميتة ده بعد من قبل عسكري إيه يا اسم أصر النيل قاله والله اتخانق هو والمسجونين وموتوه وفيش يوح في الاتهان مش عالفين من اللي قاتل لفرنسا قالت فين تحقيق ولا فين أي حاجة حد اسمه حاجة حد اسمه على القصة دي مفيش إلا ما ريجيني قاله ده فيه واحد فرنسي فطلعت يعني الحكومة الفرنسيات اللعبة بقين كده خيبان ويلا بالسلام حتى ما تحبسي مسجل سنقات اللي معاه في السجن اللي قيله انه قتله ده ولا هاي حاجة ما أنا بقولك فيه لغزي يعني لو أمريكا بتهتم بمواطنيها كان يهتم بالمواطني المسلمين اللي جوه اللي الجامعة بتاعه وولع ده لما ترامب كذا ولا ترامب اللي بيشتمهم فبالتالي انه هو ترامب مهتم بها لانه أنا بتابع وسلم بفجأة انه التزوير فيه الإعلام العروي انه شفت بقى ترامب راح يستقبلها عشان هي مواطنة أمريكية طبعا ده كازم طب ما فيه مواطن أمريكي تقتل في السيجن اسمه عليك ما قلت ولا حد عبر ومواطن تقتل في اسمه أسر النيل فرنسي ولا حد قاله انت فين يا لأ ومحمد سلطان وغيره وغيره يعني المهام لما نيجي بقى نبحث في خلفية الاخت اي حجازي قالك الاخت اي حجازي يا سيدي قلقوا يا القبض عليها في مصر بمناسبة ان هي كانت بتستأجر الاطفال الشوارع للمشاركة في المظاهرات نعم قلقوا يا القبض عليها بمناسبة ايه ايه التهمة انها كانت بتستأجر اطفال الشوارع للمشاركة في المظاهرات فعض الرئيس مورسي وبعد الانقلاب العسكري يا قلقوا عليها القبض بعد الانقلاب العسكري تعالوا نقاب بقى ان هي عملت قال لك عمل الجماعة اسمها بلادي ليه رعاية اطفال الشوارع جميل طب انت حج اي حجازي يعني عندي كم سنة 28 سنة يعني هل انت مثلا بنت ملياردير مثلا ولا جوزك كزا انت لا رحت ولا جيت يعني ده اذا كان انا يا راجل الواحد والله العظيم حتى يقول لي انت واحد بايت اللي هيقول لي انت مليه ما عملتش حلقة عن كذا والله يا العظيم انا فيه 8 حلقات يعني افكارهم في دماغي كده ولا اجد وقتا لتسجيلهم لان انت مشاغل الحياة اليومية للأسف الشديد يعني بتجي تسجل الفيديوهات في اوقات الفراغ وده انا مش هعمل حاجة لا اقبل حد ولا هعمل اجتماعات بناس ولا اي حاجة ده انا هقعد قدام الكاميرا اقولك كلمتين كده في وقت الفراغ ما انتش لاقي وقت فراغ تقول فيه كل الفيديوهات اللي انت عاوز تقولها تخيل بقى فيما بالك دي هتأجر مقر وهتصرف على العيال دي وهتجمع العيال وهتعمل كذا طب من اين لك هذا من اللازه يصرف عليه ومن كلفها بهذه المسألة ثم لم يكن لها موقفا سياسية يعني لا قالت سيسي وحش ولا انقابل عسكري وحش ولا اي حاجة دي ست بتاع اطفال طب هو مالو انما لا فيه مسألة فقالك بقى انتوا فاكرين بقى العيال اللي كانت بتطلع عند اصل الاتحادية ترمي مولوتوف فاية من رئيس مرسي من تربط بقى الاحداث قالك يا عامل الجمادي من ثلاث سنين يعني يتقض على 2014 عاملها من 2011 صورة يناير اشتغلت الاختي دي تعالت اطفال الشوارع اطفال الشارع تلاقين في كل مضاهرة سفارة امريكية موجودين في محمد محمود مش عارف ايه في كذا في كذا في كذا في كذا طبعا ما انا بقى ايه ايه احجازة متهمة متلفة الله القضية مش متلفة الله الله اعلم ما منعرفش يعني مباحث العسكر الصليف في مصر هدي مباحث لا تصاق يعني شوف يا جماعة في قاعدة ايه ان السيسي كذاب ولكن لما يقول حاجة ما كذبوش ان لما يكون فيه دليل على كذبه او عندي دليل انه هو كداب خلي بالك يعني لا اصدقوا يعني لا تكذبوهم ولا تصدقوهم لان انت ممكن يكون بقول صدق ما هو بيكذب ويقول صدق يعني ممكن يكذب وممكن يقول صدق فانت لا تعرف امكان قالوا هذا كذب او صدق لا تصدقوهم وتكذبوهم فبالتالي حاجة غريبة يعني هي يعني المباحث تحتطرها هي تحديدا يعني ومعها الجنساء الامريكية يعني لو المباحث مثلا اخترت صابر هنقول والله صابر ده اصلا جاروا ضابط مباحث رزل عليه امين شرطة البخبر اللي في الحارة ضربوا قلمات خرق معاه في حركة حبل الغسيل خدوا على الاسم انما دي امريكية الجنسية والمباحث عارف انها امريكية الجنسية وخدوها وحبسوها طيب ولما هو بقى ايه دا ان هيلاري كلينتون قام الحامل من التخبات اطلع تقول افرجوا عن هيب احجازي اي احجازي وترامب قول افرجوا انا اي احجازي طب انتوا لستوا بحاجة لذلك دا يكفيكو ان موظفة في السفارة الامريكية موظفة عيلا كده قاعدة على الاستعلامات في السفارة الامريكية تتصل وانا ساسكر دا لك تتصل بس بوزير الداخلية الوضمجد عبدالغفار ولا طلع ايه دا احجازي حاضر يا باشا من يومين من يومين عيالي الكشافة الشرطة المسيحية داخل الكنيسة في رود الفرق تقريبا قالوا ايه بس قالوا الوزير الوزارة الداخلية كده احنا مش عاجبنا حرس الكنيسة دا اصلا ما فيه اتنين دخلوا بكيسه وما فتشوهمش طبعا استعباط ليه طب بيفرض بقى ان الزباط قالوا لا احنا فتشنا يعني الزباط بقولوا احنا فتشنا والشرطة المسيحية اللي اسمقها الكشافة دي قالوا لا احنا ما فتشوهش فاصلوه وقفوه عن العمل وتحقيقوا يلا لكن انا كصبر مشهور طب ما حصل في ستاد بورس عيد حضرتك ان الشرطة صابت الكل العالم بالتجاهة تخشوا كله وبدون تفتيش ولا تحدد حامها ولا تحولوا تحدد دعينوه بعد كده محافظ ويعني لو لو فيه شرطة قفت فتفتش الناس داخل لباب جامع وجاحد مصلي قال له يا باشا والله العظيم راح ادي بشكوى ده ما فتشنيش هيتوقف الزمد هيتحقيق ده انا بوريك كيف تسير الامور اذا كان واد مسئي محلي وقف زبطين شرطة من حرس الكنيسة علقه فبالك واحدة امريكية بقى ازاي اصلا الاسم الشرطة يروح ويلقي القبض عليها وبعدين تروح بتحيي في النيابة وتظل وهي معروف انها امريكية جنسية والكونس الامريكي بيحضر وبعدين فيه لما تراجع وقصائك ويكيليكس في قضية مسعد ابو الفجر فقضية مسعد ابو الفجر لما احطوق الفعال ده بدأ قال لك راشد سينوي ما هو اللي بعمله على تقسيم سيناء يعني وان المسلمين لازمين يكترونها في سيناء لانهم سينوية وليس لانهم مسلموه طب ما لو مسيحيين الشرطة متقربش نحياته او الجيش او عسكر الصليب هؤلاء متقربش نحياته انما انه تجد راح هم اعتقلوها وحطاها ده كله فقضية مسعد ابو الفجر وصائك ويكيليكس السفيرة الامريكية اجتمعت بوزيرة الداخلية بتاع ابوار حيو العدد في عدو مبارد وراجعوا المحضر منشور في المصر اليوم ويكيليكس قلتوا تفرج عن مسعد ابو الفجر خرج مسعد ابو الفجر كم بتدلوا بي التعليمات المهمة التعليمات كلها تنفذت لكن وبدون بيان من وزارة الخارجية الامريكية وبدون اي شيء خالص مجرد بس ان السفيرة قلت له فرج عن مسعد اترج عن مسعد خلاص وعندك وقع كثيرة مشابهة يعني يعني مثلا احنا لسه من فترة قالك في المناسبة مش عاف 6 اكتبر اللي فات في عفو فقالك ده احنا اختارنا حكومة عسكر الصليف في مصر اختارنا وزارة الخارجية الامريكية بالافراج عمان ستم عفو عنهم اللي هو الوقت سرق معزة في الحتة الفلانية والوقت سرق حبل الغسيل في المكان الفلاني والوقت سرق كويتش عربية راح السيسي قبل بدي قرار الافراج عنهم خد اذن امريكا واقتر امريكا ما احنا مستعمار امريكية والسيسي لا يحكم السيسي ترطور انما امريكا تحكم البلد حكم مباشر يعني فيه زباط قاعدين في العسكر وفي وزارة الداخلية وفي كل المصارح لكم ايه هما اللي بيدروا كل حاجة والسفارة الامريكية عاصمة البلد وهي قصر الحق السيسي ده قاعد ولا مؤخذة زي جزر رقاصة كده ومانش دعوا بقى قصر هي قاعدة تمشي يمين ويشملوا كل حاجة هو ايه منظر كده وقلاص المهم فبالتالي لو امريكا تهتم بقى مواطنة امريكية خلاص يا سيدي ومتعذبتش يعني كانت خلاص تليفون تطلح وانتهينا مفيش دعا بقى تروح تجملهم طيارة وتيجيوا هكذا وهكذا المقصود يبقى من الحكاية دي انا لم اهتمي من موضوع ايه حجازي واتهمه بالاطفال ومش الاطفال ومنظمات حول انسان اتمت واصل ايه بترع العمل الخيري طب محمد البلتالي كان بقى رأى عمل ايه يعني ما بيرى العمل الخيري وهي الجمعيات الاسلامية الخيرية كلها اللي قفلوها هل ترامب ولا جزء فانكا ترامب مش ايه دي اصلا مفروض انها بتحمل اسم مسلم ومن اسرة مسلمة مش مفروض كده برضو طب في جمعيات اسلامية كلها تقفل خيرية زي بتاع ايه محدش عبرها في الجزم ولا ترامب ولا خالد ترامب ولا بنت عم ترامب ولا فراش ترامب حتى عبرهم بكلمة ايش معنى دي بقى فبالتالي كون ان ترامب يرسلات ارخص يستقبلها وكذا ويفانكا وكل هذا الكلام ويبقى فيها هذا نعناها انه ايه دي لها وضعية ما عندهم يا ترامب فاضي قابل ولا فاضي يعمل وهذا يفسر لك انه فيه ايال طلعه يا رئيس مرسد اصر الجمهوري وراح يجبوا المولوتوف واضربوا الاصر الجمهوري بالمولوتوف الازاز ومحمد محمود وكل الكلام فاحنا للأسف الشدي يقول لك المباحث 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 برضو مستقرين زيهم زي الاطفال يعني المباحث برضو مستقر وبلتجر وكل حاجة بس المباحث يا جماعة وعسكر الصليب كل هؤلاء ما هم الا بلتجية مستقرين مثلهم مثل كل البلتجية اللي بتشوفه في ذلك انا بقول دايما يا جماعة لناخذ الامور على ظاهرها انه كان مرة قدام السفار الامريكي الواد مش قطس ضوافره وضوافره طويلة وبيدخن سجاي وويسك ما بيسليش اصلا وجاي يرمي ملوتوفه ايه بتظاهر ليه ايه قال لك السنة غطبان عشان الرسول صلى الله عليه وسلم طب وانت يعني ما تروح انت سليت اصلا ده انت ما سليتش ونفاجأ فاكرية حمادة المسحول اللي الشرطة صحالته قدامي لأسر الجمهوري فعض الرئيس مرسي وقال لك حمادة 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 ومعد كده طلع حمادة ان مجرد حمادة بقى طلع بقى حماد راحت المباحث وطلع على حمادة ايه بها صور لحمادة هو بيشعل النار في بوكس شرطة امام السفارة الامريكية ده فعض الرئيس مرسي كل ده بكم اعلم حمادة هو بيصلي الجمعة مع اللي هو عمر سليمان مدير المخابرات حمادة هو مش عارف بيعمل ايه حمادة هو بيعمل ايه فاتفاجأ بقى بالمنظر ان حمادة ده اللي هو كذا حمادة متنقل وحمادة على صلة رأسا برئيس المخابرات واكثر من كده ان المباحث قادة صار حمادة في كل الاوضاع يعني سموها في المخابرات مبدأ المراقبة المزدوجة ان انت تبعت العميل بتاعك هيولع ولا يفجر ولا كذا وتبعت حد يرأب يشوفه وعمل ايه بالظبط فالمباحث لما باعت حمادة يولح في بوكسات الشرطة يولح في كذا ويرمي طوب على السفارة الامريكية ولا يروح مع عمر سمان كيف بعدها لا تصور عشان بعد كده يرأبوا جودة التنفيذ وايه اللي حصلوا ومسك حمادة حمادة حصل ايه مبدأ اسمه المراق بل مزدوجة وهذا المبدأ اصلا رسوله استخدامه في غزوات زمان هنبقى خاص لذلك بالرامج وزن الله ان شاء الله وبالتالي انا ارجو من الجميع الدرس المستفاد من موضوع اي حجازي ان لا ناخد الامور على ظاهرها وانه الرئيس الامريكي استقبل عشان مواطنة امريكية وكل هذا هذه روايات الكذف في الاعلام فلا تصدقوها ابدا 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 ودائما نبحث وراء الرواية الظاهرة بتجد فيه حاجات وانا قلت اللي تقتل امريكي ولا حد عبره والفرنس اللي تقتل ولا حد عبره وهتلاقي برضو ان محدش عبر الامريكي اللي تقتل في السجن تقود ممكن يحبسه زابط الشرطة بخلاص ويرموه يعني ايه يعني ليوش لازم هزابط الشرطة لكن هتلاقي فيه وراء سر برضو ان امريكا ما عبرتوش في الجزم ويتقتل ولا لوش لازم ارجو مشاهدين ان تكون الصورة قد وضحت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته